الحمد لله الذي أمر عباده بالعدل ووعدهم بعظيم الأجر وجعل إقامة العدل في الأرض دليلاً على قوة اليقين وسلامة الاعتقاد وأشهد أن لا إله إلا الله اتصف بالعدل وجعله اسماً من أسمائه الحسنى لنستبين طريق الحق والعدل وتسود شريعة الله في الأرض وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خير من أقام العدل بين الناس وجعله على نفسه وذويه فأرشدنا إلى خير السبل وهدانا إلى صراط الله الحميد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وبعد فإن العدل في الإسلام دوحة فيحاء يقطف ثمارها ويتفيأ ظلالها القريب والبعيد والغني والفقير والرئيس والمرؤوس والصغير والكبير والرجل والمرأة والعدو والصديق والبر والفاجر والمؤمن والكافر أيضاً قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصد ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون العدل أقرب للتقوى لا سيما إذا صدر العدل من القوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشخصيته العظيمة هذا النبي العظيم يتوسط بين سيدنا جابر وبين يهودي اليهودي مستأمن ومعاهد في المدينة المنورة يعيش تحت رعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكثر النبي عليه الصلاة والسلام في الكلام والاستشفاء عند اليهودي ليحقق العدل بين الناس كما أمره الله تعالى دون النظر بين صحابي جليل وبين عدو لله تعالى ولرسوله والمؤمنين روى الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري أي يشتري تمري سلفا إلى الجداد إلى زمن قطع النخل يأخذ منه مالا ويسده عند قطع تمره من البستان يقول جابر رضي الله عنه فجلست يعني أرضه جلست لم تثمر فخلا عاما أي تأخر السلف عاما لأن الأرض لم تثمر نخيل جابر رضي الله عنه لم تثمر ومر عام ولم يعطي جابر رضي الله عنه المال لليهودي يقول فجاءني اليهودي عند الجداد ولم أجد منها شيئا أي لم أقطع منها شيئا لأن النخل لم يثمر فجعلت أستنظره إلى قابل يطلب منه أن ينتظره للعام القادم فيأبى لا يرضى اليهودي لا يقبل فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه أمشوا نستنظر لجابر من اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب لليهودي يطلب منه أن ينتظر جابر لعام آخر أمشوا نستنظر لجابر من اليهودي يقول جابر فجاءوني في نخلي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي أن يطلب منه أن يستنظر جابر ويقول اليهودي أبى القاسم لا أنظره أيها الأخوة الكرام يجب علينا أن لا يغيب عن أذهاننا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عظم شأنه وقدره وهو في ظاهر الأمر الحاكم الأعلى في المدينة المنورة واليهودي فرد من أفراد هذه الأمة التي تعيش تحت كنف رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع هذا يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهودي أن يستنظر جابر واليهودي يأبى فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إصرار اليهودي قام فطاف في النخل ذهب إلى البستان إلى النخل فطاف به ثم جاء لليهودي مرة أخرى فكلمه فأبى يقول جابر رضي الله عنهما فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل ثم قال أين عريشك يا جابر فأخبرته والعريش هو ما يستظل به عند الجلوس كوخ صغير يستظل به الفلاح فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في عريش جابر وطلب منه أن يفرش له العريش فقال أفرش لي فيه ففرشه جابر فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فنام ثم استيقظه يقول جابر فجئته بقبضة أخرى أي من الرطب فأكل منها ثم قام فكلم اليهودي يعني مرة ثالثة فأبى عليه ثلاث مرات يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودي ويأبى اليهودي أن يستنظر جابر أي عدل هذا وأي سماحة هذه هل نراها اليوم في حياتنا إنها حقوق الإنسان أيها الأحبة التي تتجسد في رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة ثانية في النخل ثم قال يا جابر جد وقضي يا جابر جد أي اقطع وقضي وقضي دينك يقول جابر فجددت منها ما قضيته وفضل منه هنا تأتي معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خرقه للعادة بستان لم يثمر ولكن ببركة النبي صلى الله عليه وسلم يسد جابر دينه لليهودي من هذا البستان الذي لم يثمر بعد محاولات ثلاث مع اليهودي واليهودي لا يرضى يقول جابر فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال عليه الصلاة والسلام أشهد أني رسول الله وفي رواية أخرى فجاء جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان فوجده يصل العصر فلما انصرف أخبره بالفضل فقال أخبر ذلك ابن الخطاب فذهب جابر إلى عمر رضي الله عنهم جميعا فأخبره فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى هذا هو عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه هي معجزاته وهذا هو تعامله مع الناس وهو يقول أشهد أني رسول الله اللهم اشهد أننا نشهد أنه رسولك بلغ الدعوة وأدى الأمانة اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر